فالدين ما في أبرك منهم كانت حافظة عندي فالآن ذكرنيها الشيخ يقل الله أطيع الإله كما أمر واملأ فؤادك بالحذر الدين حق واجب النور البصيرة والبصر حافظ عليه فإنه نعم السعادة تدخر وأطع أباك فإنه ربك من عهد الصغر واخضع لأمك وارضها فعقوقها إحدى الكبر حملتك تسعة أشهر بين التألم والضجر فإذا مريضت فإنها تبكي بدمع كالمطر فأطعمها فأطعمهما وقرهما كي لا تعذب في سكر هذا القصيد للشافعي كان يحث على نعم